أمين واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصاب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين أرهن دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا إن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ونسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أودوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبه السبيل وما تفعله من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعليون يسألونك عن الشهر الحوار قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفم به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالوا ليقاتلوا لكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار كن فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجو لرحمة الله والله رخور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الحمد لله رب العليم الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصعاط المستقيم صعاط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهدئ 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 يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليدامة قل إصلاف لهم خير